السلام عليكم مرحبا بجميع المتتبعين والمتبعات دي القناة حلويات أم عبد المغي تقول مناسبة في كوكي يقول لكم عيد مبارك سعيد يدخل عليكم صحة وسلامة والرزق بكل ما كتمنوا والحلقة ديال اليوم غادي نتكلمو على الصوف ديال حولي ويكتم ويك انك ترميها وتحيدها فيها منافع كثيرة وجمه وممكن انها تكون علاج بالنسبة لك تبقى معي الحلقة حتى النهاية واكيد بالنسبة لهذه الوصفات ديال العيد الأضحى مجهد لك انت وانت بالخصيص خاصة الناس اللي كيبغيوا يستبدو من كل حاجة الصوفة ديال الحولي معروفة منذ زمان كانوا يديروها يما كيغزلوها صوف او لا كانوا يديروها حتى بالنسبة للاشياء اللي هي علاجية او هيدورا اللي كانوا يديروها في الوقت ديال البرد او وكي تسخن الجسم اليوم للأسف شريف ما بقيناش كنديرو هاد شيء وهاد شيء لاش غادي نقول لكم مين الأفضل أننا نستعملوه لأشياء علاجية حتى لا ما قدرناش أننا نصوبها بالنسبة لهذا لا ما قدرناش أننا نصوبها هيدورا او لا صوف ممكن أننا نستفدو فيها بها لعلاج مجموعة ديال الأمراض عيلاج روماتيزم آلم المفاصل انتهابات المفاصل البرودة وكذلك العظم اللي كيكونوا محقوقين او ذاك الاحتكاك اللي كي هاد شيء لاش اول شيء كنصحكم انكم اتاقدوا مضادات الالتهاب لسا تكون طبيعية اشياء مسخنة للجسم بحلس زنجبيل او سكنجبيل وكذلك الملوخية بودور كتن او زرية كتن 100 جرام نضيفوا عليها 50 جرام ديالتيفة او ديال حبرشاد وبالنسبة لحبرشاد فمن الافضل انه في انتخبه ايو كيوي بيكو فمن الافضل انه يكون هادك اللي سيكون حمر وتيكون بلدي كتجيبه كتنقيه وتهوى كتترمشيه غاد ينضيفوا عليها المكونات اللي عمنا كاملة 50 جرام ديال حلبة اللي ستكون بلديا تهيه كتشد كتنقه كتكون كحلف اللون ديالها مغيت شوفوش طابولا مازال ومن بعد شنو كتخربق ومن بعد كن ديرغة شوية متكترشي الزيتون ديرغة شوية را ما بقاش ومن بعد كنشد هاد المكونات كاملة من بعد ما كنطحنوها كنناخدو واحد العلبة ديال الجبن كنجمعو بيها على شكل ديال كويرات وتنديروها فوحد بوطا وكنبقاو من المساء المساء كنناخدو كويرة مع كاس ديال الحليب اللي سيكون دافئ او اللي سيكون فايد كنضيف معه لقليل من العسل ديال الكالي بتيش لما كنتوش ناس مرضى بالسكري وقد نضيف على هاد المكونات اللي عندي او لا على هاد الوصفة اللي عندي كاملة وصفة اخرى اللي كتستعمل كعلاج خارجي نتمنى الناس اللي كي شوفوا معنا الفيديو كاملة اخيره ينذكروني بالاسم ديالو منجج ماشي منجج وشد لي اسم ديالو اهكا بحشك اللي تجين المشطر وتتبقى تغدى في هذه الصفا من بعد كتغسلها بالماء والملح وكتخلات تقطر ونضعها في البواطة أو بلاستيكا من البلسطيكا وهنا سوف ندر العملية الأخرى التي تكون لدي الناس الذين ينضم ألم العظام والتهابات المفاصل والنوماتيزم فنأخذ هذه المكونات التي لدينا هذه المكونات التي لدينا هذه المكونات التي لديها ونمالي ونبالي ونبالي لا تفاك شي خيومه معها تقش انظروا لكين شوية زرعت كتن نجيب هذه المكونات كنأخذه واحد الكاسخور كندروا فيها زيت ولي كتكون بلوني ملح كنضيفه معها سكين جبال كنحكوه وكيكون عندنا طريق ونضيفه أه هذا الشيء كامل وسمعوا القيدة الوصفة عندك قيدة الوصفة قيدة الوصفة نضيفه عليها كذلك واحد يجمع الكبارين عامرين ديال السانوج كنشدوه هذا الشيء كنديروه في هذه القرعة كنديروه في باماري وكنديروه مع الزويتو كنحليوهتا كيطلق مزيان 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 ومن بعد كننجوه تفرد وكنديروه في قرعة وكنديروه مدهة سبع ايام الناس اللي عندهم مشكلة ديالبرودة كنت تاخدوا واحد الساشية كنجروا فيها الملحة اللي كتكون حية مطحونة وهي هذه الملحة التي تسكون حية كنشدوها كندخلوها في واحد المقلان وكندخلوها في هذا الساشي ومن بعد كننجوه كننجوه بها البلاصة اللي ستكون عندنا فيها البرودة يعني كنت تسخني بها كثير فوق المقلاء وكننبدأ وكننسخنوا بها مازال باقي باقي كننجوه البلاصة سوف تصدر فيها ومن بعد كننجوه ومن بعد كننجوه 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 تسخنوا تقليفة الصوفا ونضع المقلاء ونقوم بها ونضع لها كننجوه تسخنينها تكون طويلة تخني لمزيان كناخدوها كنديروها اللي كنحسوك فيها بالآلام سواء الروب او لا المفاصيل او لا كنديروها فيها ومن بعد كنديرو عليها واحد البانضة اللي كتكون اه انتقبة يعني بحاج كنديرو مصور عليها وكنباتو بها مع الصبح سبحان الله من اللي كتنوضي كتلقاي هذك الآلام مشاك كامل خاصة الى باعتمتين الوصفات بجوج لا تبقى لديك الآلام بالمرة على شرط انك من اللي تديرها لا تخرجيش نهائيا البرد بيكو لا تخرجيش نهائيا لا تدوشي لا تتحجق وفي نفس الوقت لا تحليها بالمرة زيارات عليك لا تحليها بالمرة هذو من بين الوصفات اللي اكيد غالية نفائكم وغالية ترحموا لي الوالدين عليهم خاصة بالاستعمال ديال الصوف اللي دائما كان فرطها وهي كان زرباني ما بين الدينا نتمنى انكم تجربوها وكذلك تصلاح بالنسبة الناس اللي يكون عندهم راس ديالهم فروق الحلقة الأخرى ان شاء الله بإذن الله سأعطيكم وصفة بالنسبة الناس اللي راسهم فروق جربوها وردوا لي الخبار سألو فرصكم الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة